صمت وانتشار يقبل الانتشار الواسع لفيروس كورونا في اليمن بالتوازي مع تعطيل لمراكز العزل في غياب دور الجهات المختصة يشكل أطباء في عدن من تعطيل مركز الأمل الذي كان مخصصاً لاستقبال حالات العزل الصحي للمصابين بالوباء ويحملون مختلف السلطات المسؤولية سواء كانت شرعية أو غير شرعية في صنعاء قال طبيب بأحد أكبر المستشفيات الخاصة في منشور له على الفيسبوك إن الوضع قد خرج عن السيطرة وهو أمر سبقته تحذيرات متوالية من المنظمات الأمامية العاملة في اليمن تتفق كل السلطات الحاكمة في البلاد على تعمد إخفاء الحقيقة ومغالطة المجتمع الذي يشك أن يصح على كارثة لا يمكن احتمالها ووسط تهالك النظام الصحي وعزه فإن عدداً كبيراً من اليمنيين معرضون للخطر وسط كل هذا تنتج منظمات دولية فيديوهات توعوية موجهة للشعب اليمني ولكن باللغة الإنجليزية مع إدراكها بأن أقل من واحد في المئة من اليمنيين يتحدثون الإنجليزية وحتى اليوم اعترف الحوثيون بحالة وفاة واحدة وبقيت الحالات المعترف بها في عدن في وضع يبدو تحت السيطرة ولم تظهر حالات في مناطق مزدحمة بالسكان مثل الحديدة وإيب ومأرب وغيرها من المحافظات التي تشكو حتى من عدم امتلاك جهاز فحص واحد من الأجهزة التي قالت منظمة الصحة العالمية إنها وفرتها اشتركوا في القناة